بنحلل يمكن بعض المواقف اللي حصلت يمكن الفترة اللي فاتي تسهام من خلال الانتقادات الانتقادات الكبيرة اللي كان بجاها النادي الاهلي ومش نادي الاهلي خاصة على المستوى الفني موسيماني لكن خلونا نتكلم بكل أمانة يعني التقييم دايما والنادي الاهلي دايما ما بيتعاملش بالقطعة وبيتعامل بشكل احترافي أكثر من رائع ولما بيكون فيه أزمة فنية ودايما بفكركم بالموقف الصعب اللي بيمر مجلس إدارة النادي الاهلي فيه رحيل فيلر المفاجئ والملف الرائع اللي قدره النادي الاهلي بكل احترافية هو ده النادي الاهلي احنا ما بتعملش مع المدرب مباراة يخسر طب نبدأ نفكر طب هنجيب مين وبعدين مباراة يكسب لا يقعد كل الكلام ده مش موجود في سياسة النادي الاهلي مش من دلوقتي بس لكن من سنين طويلة مسماني بيقدي بشكل أكثر من رائع مسماني المباراة اللي فاتت أعتقد أنها زي ما بقول من أفضل مباراة على المستوى الفني بالنسبة للمسماني والإدارة الفنية مسماني تاني بنقول على لغة الأرقام ولغة الإحصائيات اللي ما بتكذبش أن مسماني بيقدم موسم كمدرب لو عندك سيفي وحنقول ويمكن سهم معه الأرقام بتاعت مسماني من غير ما تحط حتى الاسم فيه مدرب مسك عدد مباراة كذا فاس كذا خسر كذا عدد الأهداف اللي جات لي عليه فكل الأرقام دي ما بتكذبش لكن عمتا بنتكلم على سياسة النادي الاهلي اللي ما تغيرتش خلال سنين طويلة جدا ويمكن النادي الاهلي وحيدا منفردا في هذه الأمور أن احنا النادي الاهلي نتعامل باحترافية شديدة كل الاحترام لكل المدرين الفنيين كل واحد بيشوف شغله باختصاصية وكل واحد بيشوف ملف المسؤول عنه بشكل اختصاصي أكثر من رائع وبالتالي مسماني أنا برأي بيقدي لغاية دلوقتي أداء أكثر من رائع مع النادي الاهلي